اشتركوا في القناة وبيضيقوا عليهم خالص فبعت لهم الرسالة الاولى اللي كتابها اللي هي تسالونيكي الاولى اللي احنا درسناها لفترة اللي فاتت فابتبعوا انهم ما تقلقوش المسيح جاي المسيح على الابواب المسيح على السحاب كل واحد يحاول ان هو يتهر نفسه عشان المسيح جاي ولكن لما سمع كده في بعض الناس فهمت ان موضوع غلط فابتدت ان هي ما تشتغلش فبعت لهم الرسالة التانية عشان يؤكد على ضرورة العمل وقال لهم من لا يعمل لا يأكل ايضا فكده كانت اول رسالة كتابها معلم نابلوس الرسول كانت تقريبا سنة اتنين وخمسين مولادية وكانت هي رسالة تسالونيكي الاولى ورسالة تسالونيكي التانية بعد الرحلة التبشرية التالتة ابتدأ كل الناس اللي هو بيبشرهم في كل الكنيس ابتدأ الشيطان يتبسطش اسم المسيح ينتشر فابتدأ كل مكان يسيبه يبتدي الشيطان يحاول ان هو يعمل فيه مشاكل فبعت رسائل وهدفها ان يرد الناس دي للامان زي مثلا اول رسالة كانت لرمية عشان ان فيه بدعة دخلت اسمها بدعة التهود يعني الناس عايزين ان يعيشوا كيهود ولازم يختتنوا ولازم يحفظوا الناس وبعدين يخشوا المسيحية فهو قال لهم لا الخلاص وابتدأ يعد لهم مفهوم الخلاص وقال لهم الخلاص هو بالايمان بيسوع النسيح وابتدأ يشرح لهم مفهوم الخلاص في رسالة رمية كلام في كرونسوس حصل مشاكل كبيرة جدا في الكنيسة وحتى رسالة كرونسوس الاولى بيسموها رسالة المشاكل لان فيها عشر مشاكل كبيرة جدا كان بيعالجها بولوس الرسول بالرسالة دي وبعدين كتب لهم رسالة كرونسوس التانية وبعدين كتب رسالة دي اللي فيها برضو بيقوم بدعة التهود وبيحاول ان هو يفهمهم مفهوم الخلاص الحقيقي يبا هنا بعد فالاول خالص بعد الرحلة التبشرية التانية كتب رسالتين ايه هم تسلونيكي الاولى وتسلونيكي التانية طيب وبعد الرحلة التبشرية التالتة كتب اربع رسال ايه هم رونيا كرونسوس الاولى كرونسوس التانية وغلاطيا بعد كده اتسادن بولوس الرسول وقال ورح روما فمن سجن في روما بعت اربع رسال فاكرين احنا درسناهم كلهم تلاتة بحرف الفه واحدة بحرف الكاف ايه هما ده فليبتي ومع ذلك كان بيوشاع هذا الفرح واثاري ان سبب فرحه ان قال لي الحياة هي المسيح والموت وايه هو رابع وبعدين بعت رسالة افسوس ودي بيوضح لهم ان المسيح هو رأس الكنيسة وبعدين جي في كرونسي قال لهم الكنيسة هي كمان جسد ايه المسيح فليمان تعتبر من الرسالة الرعاوية وكان بيبعثها لتلميزه فليمان عشان يوسيه على انسيموس انسيموس ده كان عد عند فليمان وبعدين سرقوا وسافر اتقابل معايا تقريبا بولس في السجن وايه ارشد للمسيحية فتاب والمتاب رجع يصلح ما بين فليمان والعبد انسيموس بتاعه وانه اقبله وافتكر ان انت مدين لي كمان بايه بايمانك بالمسيح يبا هنا دع في الاسر كتب كم رسالة اربعة ايه هم فليمان افاسوس وكلوسي بعد ما خرج من السيد من الاول كم البشارة طيب احنا كده قلنا كم رسالة الحفز ها كم عشرة اثنين وبعدين اربعة وبعدين عمل ايه ابتدى يرسل رسال الرعوية ايه رسال الرعوية دي زي اللي احنا نبتدي ندريس فيه النهاردة هو بالوقتي ساب تلميز لي اسمه تيموساوس وبعدين ابتدى بقى ينصحه تيموساوس ده اسكف ولكن صغير في السنة فابتدى ينصحه ويقول له يعمل ايه في الخدمة اللي ربنا اعتمنوا عليها فهنا رسالة من البطرق للايه للاسكف بتاعه عشان يعمل ايه يخلي بالا فكان تيموساوس موجود في بلد اسمها افاسوس فابتدى ينصحه ازاي يتعامل مع الناس وازاي يتعامل مع الكبار يعني رسامة الشمام ساي وابتدى يحطه كواعد للكنيسة اللي هو مسكها تلميزه تيموساوس فكتب رسالة تيموساوس الاولى وهي دي من الرسالة الايه اللي قلنا من الرسالة الرعوية كمان كتب رسالة تيتوس وتيتوس ده كان ناحا التلميزة وبرده كتب له رسالة بيوضحها فيها امور الخدمة بعد ما كتب تيموساوس الاولى وتيتوس كتب الرسالة للابرانيين والله رسالة للابرانيين دي الوحيدة اللي لم يذكر فيها اسم بولوس الرسول لان كان بعيتها لليهود واليهود كانوا مش بيحبوه فكانوا لو شافوا الرسالة عليها اسمه كان عامل في عطاها مقروهاش وعشان كدا عشان تحفظ هذه الرسالة لم يذكر اسمه ولكن بينت قد ايه ان هو عارف العهد الادين ومذاكر قويس جدا وبيطبق كل حاجة في العهد الادين على المسيح اللي حضر وكان موجود وتجسد في ملء ال� beispielsweise بعدها كان خلاص قرب نهاية عمره فبعت رسالة تيموساوس التانية ودي بيسموها رسالة الودعية اللي هو بيودع فيها تلميزه وتيموساوس وبيقول له خلاص أنا جهدت الجهد الحسن أكملت السعي حافظت الإيمان وأخيرا ودعه لأكل البر وخلاص هو دي في الرسالة ودع تلميزه وتيموساوس وبعد كده استشهد في رمية على ويد نيرون والله عمر بقتله هو وبترس الرسال رسالة تيموساوس الأولى احنا قلنا ان الرسالة دي بتعد من الرسال الرعاوية علاقة جونس بتيموساوس ان هو قبله في بلد اسمها الاسترا وكان تيموساوس شابه صغير وكان أبو يوناني فأخذ بولوس وختمه طب مش احنا قلنا بولوس بيقوم بدقة التهود طب ليه ياخده ياخده لأنه كان هيبتدي يكرز معاه لليهود اللي في كل مدينة بيرحله زي ما راح مثلا في فليكتي وابتدأ يروح في المكان اللي موجود في اليهود فعشان يقبلوا اليهود في وسطهم كانت ضرورة للكرازة ان هو يكون ايه مختتم لأن لو كان اي حد غير مختتم ما كانش هيقبلوا اليهود ان هو يخش في وسطهم لأن هنلاقي برضو ان تيتوس كان من تلميز بولوس رسولي ولكن كان بيكرز في الاهم فعشان كده لم يختتم ومهتمش ان هو يكون مختتم لذا هنا جونس اخذ واختتم لهدف الكرازة مش لي خلاصه مش لي خلاص نفسه يعني لو واحد غير مختتم يخلص اذا انا من المسيح يخلص لكن واحد لم يختتم ممكن ان احنا كان زمان في العهد القديم وقال لك لا يبدأ بره الشعب النار مختار لكن في العهد الجديد احنا كل من قامنا بالمسيح له مكان في الحياة الابادية فهما جونس الرسول اخذ تموسيس ده واحب جدا له لأن كان ساكن في الامام كان عايش مع امه لوئيس وجدته افينيكي والامه وجدته كانوا بيحب ربنا جدا وكان عايق كانوا حفظين العهد القديم وكانوا بيربوه على الكتب المقدسة وعشان كده كان تيموساوس تلميز حلو جدا لبولوس الرسول ابتدى بولوس الرسول ياخده معاه في رحلاته التبشرية وخدت بالكم ان احنا في درساتنا لبسائل السابقة في كل مقدمة الرسالة يقول بولوس وتيموساوس او بولوس وسلوانس وتيموساوس وليلا كم يذكر اسمه مش انه ابنه ولكن انه هو شريكه في الخدمة الرسالة دي كتبها الرسول بولوس بعد انتهاء سجنة الاول تقريبا بعد سنة 63 ملادية وكتب معاها رسالة تانية اللي هي تيتوس وفي بعض العبارات المتشبهة ما بين الرسالتين فاحنا قلنا ان تيموساوس ده ابن لبولوس الرسول هل ابنه بالجسد لا ابنه بالايمان انه هو آمن على يديه هو كان من اب يناني وقمه وجدته يهوديين حفظوا عليه في الايمان وعلموه كتب المقدسة ولكن عشان ما كانش مختفن اختفن بولوس الرسول عشان يقدر يكرز معاه في الوسط اليهودي فقمه افنيكي وجدته نقيس اللي اهتموا بتربيته وبعدين ابتدى يبقى مع بولوس الرسول في رحلاته التبشرية نبتدي الاسحاح الاول زي ما بتعودنا ان بولوس الرسول دايما في بداية كل رسالة لازم يعرف ناسه يعني كل واحد ليه اسلوبه الكتابة فبولوس الرسول عشان كان متعلم احنا قلنا الفلسفة اليونانية وكان دايما ليه اسلوب مميز في كتابته فكان في بداية كل رسالة اللي رسالة ايه الاجراميين كان دايما يقول يقلنا بولوس رسول يقلنا بولوس عبد يسوع المسيح هما بيقول بولوس رسول يسوع المسيح من حسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح رجأنا الى تموسوس الابن السريح في الايمان نعم ورحمة وسلام من الله ابينا والمسيح يسوع ربنا اول حاجة بيعرف نفسه هنا ان هو رسول وبيكلم اسكف من الاسقفة اللي موجودين عنده فمعنى كده بيورينه ان هو ليس سلطان كرسول ان هو يوجهه وبيدينه مبادئ رحوية كرسول مرسل من المسيح شخصية لان اللي هيخالف بولوس الرسول اه كانه خالف مين المسيح فبيقول بولوس رسول يسوع المسيح بحسب امر الله مخلصنا كلمة امر هنا جايها بنعنى زي كلمة فرمان عارفين الملك ان يعطي فرمان ان حاجة مش ممكن انها تترج فهو هنا برضو بيقول انا ما بقتش رسول بايد انسان ده انا بقت بالامر مين ربنا يسوع المسيح لان فعلا محدش ان بولوس روح اكرز لكن اخذ الامر ده من مين من امر اللهم خلصنا كلمة اللهم خلصنا لان الله الاب خلصنا بان بازل ابن الوحيد عن حياتنا وعشان كده احنا دايما نقولها كده ارحمنا يا الله ايه مخلصنا نقول كده بحسب امر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيح هنا شوفوا الاية عبارة عن سطر واحد او ايتين ولكن ايل فيهم المسيح كان مرة تلات مرات تلات مرات ليه اما بيكون واحد مركز في حد جدا تقصد تلقي لسانه على ايه اللسانه دايما يجيب اسمه فهو عشان بيحب ربنا يسوع جدا فعلى طول كل كلمة والتانية دايما ايه يقول ما حسب امر الله مخلصنا انا رسول يسوع المسيح سلامنا من الله قبينا والمسيح يسوع ربنا فدايما كلمة المسيح يسوع ربنا في ايه في لسانه ودين اللي خدتها الكنيسة وبتعودنا دايما يا رب يسوع المسيح يعاني يا رب يسوع المسيح ارحمي يا رب يسوع المسيح ya رب يسوع المسيح اللي با دايما اسم ربنا يسوع المسيح على لساننا عشان كده يقول received احد الكدسي يقول من يكون رب يسوع يجعله يجيء ويسكن فيه يعني به العدوه. ليه? مين اللي هزم الشيطان على السرير? يسوع المسيح. يبالنا ما اقول يا رب يسوع المسيح. ده فيها ايمان بان الله القاب ارسل ابنه الوحيد وتجسد. وخلصنا من خطيانا. وعلمت الخلاص ان احنا حتى يدعى اسمه يسوع لانه يخلص شعبها من ايه? من خطيان. فهو اثناء واحنا مديونين ليه? احنا مديونين ليه بهذا الخلاص. الى الابنة السريح في الامان. يجاي في الانجليزة معناها يعني معناها ان انت ابني الحقيقي. ابني الحقيقي. الابنة الحقيقي. ومعنى كده ان جونس كان بيعتبره ادن مكرب له جدا. لانه هو مش ادن بالناس اللي بالجسد ولكن بحسب الإيمان اللي آمن عن طريق بولوس الرسول نعمة ورحمة وسلام من الله أبينا والمسيح يسوه ربنا احنا دائما كنا متعودين بأن بولوس الرسول يقول السلام وإيه النعمة والسلام المرة بيزاود عليها كمان إيه الرحمة لأن رحمة ربنا اللي جات لنا ناتجة عن صلب المسيح وهنا كل اللي يآمن بي ينال نعمة بإسمه ويحصل سلام لأنه سالح بين السمائين والإيه الأرضية فنعمة برحمة وسلام ودي يعني كده واضح إنه هي إيه من إيماننا إحنا يعني سلام والنعمة أو الإسم الرحمة فدي ممكن إن إحنا نرد به على إخواتنا اللي بيقوله سلام صح؟ يعني هنا دي جاي من من الكتاب المقدس من بولوس الرسول بحسب الله أبينا وسلام من الله أبينا والمسيح يصور ربنا نلاقي دايما أن جونس الرسول بيقول الله أبونا والمسيح يصور ربنا تأكيد على إن المسيح هو هو الله الظهر في الجسد طب هل هم كده اتنين؟ لا إحنا السلام اللي جالنا والربنا جاء عن طريق موت الإبن الوحيد فصار بيه سلام ما بيننا وبين مين ما بين ربنا كما طلبت إليك أن تنقص في أفاسوس إذ كنت أنا ذاهبا إلى مكدنيا لكي توصي قوما أن لا يعلمه تعليما آخر حيث طلبت إليك تمست منك أن أنت تقعد يعني مش أمرتك أنا طلبت إليك أن أنت تقعد في أفاسوس لأنه هو كان ساهد إلى مكدنيا مكدنيا دي اللي هو المقاطعة الكبيرة اللي فيها فليبي اللي احنا درسنا رسالتها لكي توصي قوما أن لا يعلمه تعليما آخر كلمة تعليما آخر دي في الترجمة معناها غير رسوزوكسي أو غير مستقيم انتو عارفين أنه دايما في تعليم مستقيم احنا واخدين من أباء الرسل ولكن في بعض الناس بتطلع تقدم تعليم تاني مش حقيقي زي ما احنا قلنا كده أن فيه ناس من المسيحيين من أصل يهودي قالك لأ لازم عشان واحد يخش في الإيمان لازم يعيش بيهودية الأول وبعدين يقدم المسيحية وده حاجة ما كانتش مطلوبة وكان بيحمل الناس أحمال عصرة الحم لهم ملهاش احتياج لأنه هل في حد يقدر ينفذ النموس ولا واحد يقدر ينفذ النموس طب ليه عايز ننفذ النموس هنا بيقوله طلبتوا إليه أن توصي قوما اللي يعلمه تعليما آخر ولا يزهو إلى خرافات وأنساب لحد لها تسبب مبحثات دون بنوانا اللي في الإيمان الكوزء ده اللي كان فيه بيحسن ما بين الناس وبعدها مبحثات كتيرة والمبحثات دي ما كانش بتفيد في الإيمان يعني مثلا لو واحد بيسألني عن إيمانه يقول لنا اه كونوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء اللي لازل فيكم لكن لو واحد هنا مش هدفه إن هو يفهم هدفه إن هو يشتك لا يبدأ المبحثات دي يعمل ايه اتدممها ليه لأنها ابني في الإيمان مش هتزوده في إيمان وفي نفس الوقت مش هتفيدني في أي حاجة كانت مشكلة اليهود إن هم عشان عارفين إن المسيح يجي من أصل ايه يهوزة فكان بيحافظوا على الأنساب لدرجة أنه عشان يجيب مثلا يوسف النجار شفته النسد متحفظ عليه زي من أول مين إبراهيم وفي إنجيل تاني كاتب من أول آدم إبراهيم صح فهنا المحافظة على الأنساب دي كانت حاجة مهمة جدا وحتى من لقينا بقول استرسوا الناس بيقول ايه بيقول أنا عبراني من سبط ايه بن يمين فكان بيحافظ على النسب بتاعه جي من فين فكانت مهمة جدا أهم سبتين كانوا في شعب إسرائيل سبط يهوزة لأنه ده اللي هيجي منه المسيح والسبط التاني اللي هو صف تلاوي اللي هو منه الكهنات اللي بيعيش اللي بيقدم لهم الزبايح وكل حاجة فكانت الناس بتحافظ على الأنساب ويقعدوا يقولوا ده أنا من سبط كذا ده أنا من سبط كذا اللهم الأنساب دي هتفيدكم في إيه كمان الغنوسيين الغنوسية دي كانت جاية من بعض الفلسفات القديمة اليونانية وابتبدأ أنهما أنه دخل هي ابتبدأ فلسف والمجاشة لدرجة يقوله الناس الأقلاء بس هم اللي هيكون لهم أمان بالناه طب عكس الكلام اللي قاله المسيح قالت باكم تقلم أطفال قال مهتم مش لازم الحكمة عشان أخش في الإيمان ده بالعكس ده عايز البسطاء هو ربنا جيل البسطاء للحكماء ده بالعكس قال وين من الحكماء هند أنفس صح وبيقول له أحمدت أيها الآب أن أنت أخفيت هذي عن الحكماء والفهماء وعلى أنتهم مين البسطاء اللي هو الأطفال البسطاء فهنا بيقول لهم الغنوسيين ده بيقول لا الإنسان اللي عنده حكمة وعنده عقل هو بس اللي هي عرفية من ده ربنا وبكده إن هم نقضوا كلام ربنا بالحاجات اللي هم بيعلمه وكمان يقولوا إيه مش قابلين إن الإنسان الجسد يقوله الجسد ده شر جدا فمش ربنا ياخد جسد ولكن الإله عمل يبتدي درجة أقل منه يطلع آيونات والآيونات دي أقل منه تفضل تقل تقل لحد ما يبقى إنسان فطبعا الكلام ده قعدوا يفسروا فيه ويقولوا إن المسيح عبارة عن كائن إسيري ما كانش ليه جسد وطبعا الكلام ده كل خرافات ومالوش أي أساس من الصحة وعشان كده بيقولوا كده لا يزغوا إلى خرافات ولا أنسان لا حد لها تسبب مبحسات دون بنيان الله الذي في الإيمان كل اللي يقعد يعمل في المحب بحسات دي بيبقى معنى الإيمان لاش عنده إيمان بربنا فكانت المبحسات بتاعة الجنسيين دي بتعمل بتكون بعجرفة وبتكون بعقلانية ما كانتش بتجني الناس في حياة التقوى اللي يخلي عندهم إيمان لأن ربنا يسوع المسيح هو اللي ظهر في الجسد وهو اللي بدانهم الخلاص لأن وأن غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر ودمير سالح وإيمان بلاريا تاني وأن غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر ودمير سالح وإيمان بلاريا ليه بقى آخر آخر الوصية غاية الوصية يعني آخر هدف ليك في الوصية اللي انت توصل لإيه اللي انت تحب الناس من قلب طاهر لأن أحيانا فيه بتكون محبة ولكن مش من قلب طاهر يعني مثلا اللي اتنين حرامية بينزلوا مع بعض بيحب بعض وقلبهم على بعض ما في عن بعض ولكن دي محبة من قلب طاهر لأ لأن ممكن يختلفوا لدرجة انهم ينوتوا بعض كمان في العهد القديم فيه انت عارفين ابن داود اسمه أنون أحب بأ أخته اسمها ثمار وإنه أحبها حبل شديدا لدرجة ان هو مرض حبا وبعضين استغل فرصة ان هو أخذها ويأذلها وبعد ما أذلها وإن كارهها واللي درجت ان البغضة اللي كارهها بيها كانت أكتر من الحب يبقى دا كان حب حقيقي هل كان من قلب طاهر لأ دا كان له حب حقيقي ولا من قلب طاهر وكان بسببه حصلت خطايا كبير وكان بسببه ان ابن داود الكبير قتله عشان ان هو أذل سمار أخته ساعات كان امرأة فتفار مش أحب تيوسف بس هل كان هذا الحب حب طاهر لا كان حب مش طاهر وكانت عايزة تقع في الخطيئة بهنا اما نقول المحبة تبقى من قلب ايه طاهر كلمة دمير صالح لأن الساعات في ناس عندها دمير بس الدمير ممكن يوسع وممكن يديا يعني يمكن تبصت لقى واحد ايه جاي عمال يبقى جدا يقول انك اصلي كلها مكتوب مع ان الكتاب الصغيرة جدا ورفاع جدا على كس الشبسة انه في لبن او محتف عليه لبن ودميره ضيق جدا وممكن يكون قاعد بتكلم ميه ساعتين على حد وعمال جاي في سرط وعمال يتكلم عليه وعمال يدين فيه ومحسش فممكن يبدأ ميه ضيق جدا في حاجة واسعة جدا في حاجة تاني كمان ممكن لما يكون حد بيحبه ويسمع عنه اي كلام يقول انا لا مش قصده ويكون حد شايل منه ويأمل حاجة انشان لغزمن عنه يقول لا ده قصده ومعصب الاسرار والتراصل يقول لازم يتحكم عليه لان الدمير عامل ايه بيوسع من ناحية ويديق من ناحية تانية فساعات كتيرة طيب وانت جاي تتناول الصبح كويس ان عندك الدمير الطاهر ده بس هلف كل حدا هلف كل حدا ولا انت عشان نقطة الماء بتاعت الساعة 12 و 10 تعبتك وممكن تكون قاعد ابنها سهران على فيلم لمدة ساعتين وما حستش وبعدين عتشت الساعة 12 و 10 فقومت تشرب فهنا اخلي بالك ان ساعات الناس بيبقى عندها دمير اه ولكن الدمير اه لكن هنا عايزين الدمير الصالح الدمير الصالح اللي هو اللي بيوقب الروح الكدس ويكون الانسان في تدقيقه مش موسوس ولكن دميره دمير صالح يعني ممكن واحد مثلا يجي يقول ايه انا قمت اه اتطريت اخد انت بيوتك الساعة مثلا تلت الصفحة طيب مجراش حاجة لكن واحد اتعش تقيل جدا الساعة بنشر بالليل وبعدين جات لحمودة رح قام ياخد فوار الساعة ستة صفحة يبقى ينزل يبقى ايه لا محتاج دميره صالح يبقى خلي دميرك دمير صالح يبقى النهاردة ان احنا في تفاصيل حياتنا ممكن نكون في حاجات مش بنبقى فيها ودميرنا مش صالح فيها وبردو دميرنا مش صالح فيها فاحنا انت يكون دميرنا صالح ان نكون عايشين الوصية بتاعة ربنا كمان يكون عندنا الايمان بلا رياء عشان كده احنا دايما انتوا عارفين قبل ما نيجي نصلي ابانا النازل نقول لكيب قلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزية ايمان بلا رياء الحاجة الوحشة جدا من اللي بوز ايمان اي انسان الرياء ان هو بعد ما كان عنده ايمان بربنا ابتدى يسمع هذا بتظاهر قدام الناس يبين قدام الناس ان عنده دمير سالح يبتدي يتظاهر قدام الناس بحاجة غير الجوا ايمان ودي حاجة من الحاجات اللي مكانش بحبها ربنا يسوع لدرجة انه قاعد يقول لهم وين لكم اي الكتب الفرسون المراؤون مكانش بحب الرياء جدا مكانش يطيق الناس اللي كانوا يتظاهروا بحدا وهما من جوام حاجة تانية شجرة واحدة اللي عنها المسيح هي شجرة ايه التين لان كان عليها ورق مكانش فيها سمر كانت متظاهرة انها في ايام الاسمر رغم انها مكانش لم يكن اوام التين بس بارجينة حاجة غير الحاجة اللي هي المفروض تكون عليها فهنا رجونا بيقول او بيعرفنا ان احنا لازم يكون عندنا الامان بتاعنا بلا رياء قلنا قلنا لها تاني بقى اما غاية الوصية فهي المحبة بقلبتها ودمير صالح وامريلارية الامور التي ازاق قوم عنها انحرفوا الى كلام باطل يبقى النهاردة اللي هيحط الحاجة دي ادنى معينه مش هيزوه عن الامان ليه انا الامان بتاعي امان بربنا الاول وانا بصلي بصلي ما بينه بربنا مش بصلي بتظاهر قدام الناس انتو عارفين الوسيط بتاعت المسيح اللي ما تسليتم فادخل مخدعك واغلق بابك وصلي لابيك الذي يارف الخفاء طيب اذا كنت بتريت بقى لا تهتم بمظهرك قدام الناس وانتو بتصلي وهيقول علي وارفع عيني للسماء واخبط على صدر ازاي وعمل مش هار غيه لا يبخلي بالك انت بتريت تمشي في خط تاني هتزوغ عن الكلام الباطل اللي هو بعيد عن الامان وعشان كده الوصل كان دايما يحدد الهدف يقولك خلي بالك ان غاية الهدف بتاعك ان انت يكون عندك امان امان بلا رياء يكون عندك محدة من قلب تهر ويكون عندك دمير صالح فخلي بالك لوحسن الهدف بعض الناس بقى المزاب عن الهدف ده ابتدوا يعلم التعليم باطل وعشان كده بولس الرسول بعت لديموسيوس عشان يقول خلي بالك بقى قوم التعليم اللي ايه اللي مش صح دي يريدون ان يكون معلم النموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقرؤون فيه ناس كثيرة كانت بتعلم النموس وانتو الفاكرين الكتبة والفرسين النموسين دول كانوا عملين يعملوا ايه يجدل في المسيح ناس هل المسيح قال ان النموس مش صالح لا النموس صالح بس يقول ايه يريدون ان يكونوا معلم النموس وهم لا يفهمون ولا ما يكونون ولا قولوا ان جاء واحد يناقش المسيح وقال انا هي واسية هي القولة والعظمة قالوا كيف كيف تقرأ مش قالوا ايه هو قالوا كيف تقرأ ازاي بتقرأ فقالوا تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك وتحب قريبك راسك فقالوا هو ده ايه هو ده الصح فخلي بالك ان اللي بيعلم النموس مهم يكون كيف يقرأ ازاي بتقرأ هل بتقرأ فيه لان كان بيقول كده يصفون عن البعوضة ويبلاقون له الجمل يعني الحاجات اللي هي خفيفة جدا يعود ودقاة فيها عشان واحد يدفع الاشور بتاعت النعناعي يعني واحد جاب حزمة نعناعي يتلع الاشور بتاعت ايها ده يعمل فيها ولكن يقول لك تركتم الرحمة والحق والايمان ساب الرحمة والحق وقعدوا يمسكوا شوية كمون نشيل منهم العش شوية نعناع نشيل منهم العش واهتم لانهم ينفذوا وصايا صغيرة والوصايا الكبيرة الرحمة والحق والايمان ده دعام يريدون ان يكونوا معلم النموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقرؤون لان فيه ناس كتيرة كان بتعلم النموس ولكن في تعلم عن النموس ما كانوش بيقولوا ان النموس حلو جدا انتوا عارفين النموس زي ما احنا درسنا في رسالة رميا النموس رائعة جدا بل فيه حد ايه من هو يكمل النموس ويقولك من اخطأ في واحدة فقد اخطأ في الكل طب ليه تحطي نموس كان زنام ربنا ان خلق الانسان انه خلي بالك تكون من شوق كل شجر الجنة ولكن شجرة اتمعرفت الخير والشابة دي ايه ماذا قالش فالجمم الوصية وكان الانسان حفظها في قلبه لكن اما خرج الانسان برا الفردوس برا الجنة ايه اللي حصل ابتدى كتب من الوصية دي على لوحي الشريعة وابدهم لموس عشان تساعد الوصية دي في ان هو ينفذ هنا هل في حد يقدر يكمل الوصية محدش ايه هل في حد يقدر يتمم الشريعة مفيش حد يقدر عشان كده يقول لنا كتاب الجميع زي وفسد وعواز المقد الله طب ليه ربنا حتى النموس النموس يعرفني الطريق لربنا عشان كده يقول النموس مؤددنا الى الملكوت يعني يقدم الواحد اما يغلط يقول تروح تدع خروف او تروح تدع تور او وتقدم حاجات عن تطهيرك فيعرف الانسان الطريق لربنا طب واذا غلط يقول مثلا حد اتنجس حد مش عارف ايه فليه شريعة لكل حاجة عشان يتطهر ويقدر يعود لربنا لكن هل النموس يقدر يخلص حد لا كان زي ايه زي اللي بيزبت المخالفة على اي واحد يعني وعارفين اما واحد يبقى زابط واقف في اشارة واي حد مش لابس حزان او بيتكلم في تلفون ايه ياخد مخالفة هو كده لكن ما كانش يقدر يسلح الانسان من جوه وعشان كده كان النموس كل واحد يقرأ النموس يعرف ان هو وحش وان هو خاطئ فكان المفروض ان ما يعرف ان هو وخاطئ يحتاج الى مخلص فيلجأ لربنا ولكن هم عشان لا يعرفون ولا يفهمون ما يكون ولا ما يقرؤون ما كانوش بيوجه الناس لربنا كانوا بيقولون الناس لا لازم برضو تتنفذ ان نموس زي ما هو مكتوب احنا نكتفق كده ونكمل المرة الجاية عشان باش الموضوع تقيل عليكم يبا احنا المرة الجاية هنقم الخمس ستة اسئلة كده في الاول بجوائز عن الحاجات اللي احنا قلناها النهاردة اتفقنا سواء عن بولوس الرسول او سواء عن تيمساوس الابن السريح في الايمان ربنا ما هجي نسلي فيه ناس طلبة ان احنا نبتدي ستة بدل ستة ومص في ناس كتيرا مش هتلحى عشان الشغل طب هي تمانية متأخر اي عليكم تمانية حالي طب يبا خلينا ستة ومص زي ما احنا طب فبا لا انصالي بسم الله والله 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 اللي احنا اني ينكر يا رب برحمة يا رب برحمة يا رب بارك امين اللهم وعند كل شكر وذلك السماء يتقدس اسمه كما في السماء كذلك على الان